موسيقى خلنا نشوف ايش نحضر المحطات لليوم موسيقى وله محطات الصباح ستكون حول ملتقى تبادل عروض تدريب الطلاب بالجامعات العربية ونصدف جامعة بيرزيك بالقدس المتوحة هذا الصباح موسيقى نتحدث من ضمن صباحنا وخمسة عشر عاما على معركة جينين وذكرى الاشتياح من عام 2002 موسيقى وهذا الصباح ايضا المؤتمر الفلسطيني الاردنية ثالث للبصريات واخر التقنيات في هذا الخصوص موسيقى من سعودهاتنا في غزة ورئيس يستجيب لمناشدة عائلات سورية تقيم في غزة موسيقى بالأب والأم هذا الصباح وفلسفة التربية الوجدانية من هذه أبرز الموضوعات بالإضافة إلى موضوع آخر سنتابعه هذا الصباح وإغلاق الاحتلال لمدخل بلدة حزمة شمال شرق مدينة القدس المحتلة ما يفصل الشمال عن الجنوب ويعزل ثمانية ألاف مواطن في هذه البلدة نعم نبدأ هذا النشوار الصباحي من بعد هذا الفاصل ونكون قراءة الأبرز مع النونة الصحف المحلية لهذا الصباح القدس الأيام والحياة الجديدة بقوا معنا موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى يسعد صباحكم مرة أخرى مشاهدين نبدأ هذه الجولة قراءة الأبرز مع النونة الصحف المحلية لهذا الصباح وأبدأها من الحياة الجديدة الاحتلال حاصر البلدة القديمة واعتقل عشرين تاجرا مقدسيا استشهاد الفتى أحمد غزال في القدس المحتلة حيث ترفق أيضا الصحيفة لهذا اليوم صورة للشهيد أحمد فتحي غزال والبالغ من العمر 17 عاما في تفاصيل هذا الخبر استشهد الفتى أحمد فتحي غزال 17 عاما من نابلس أمس برصاصي الاحتلال داخل بناية حجاز الكائنة بطريق الواد في البلدة القديمة بالكدس المحتلة وفي تفاصيله أكثر حيث أغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى طريق الواد بالسواتر الحديدية واعتدت بالضرب على أصحاب المحلات التجارية القريبة من مكان إعدام الشهيد بدم بارد بعد أن سمعت صوت أطلاق النار بكثافة وبدأت صرخات المواطنين تعلو في المكان وبعد تعرضهم أيضا للضرب من قبل مجموعتين من جنود الاحتلال وقالت شرطة الاحتلال أنه تم إطلاق النار على فلسطينية طعن ثلاثة إسرائيليين أحدهم شرطي بشارع الواد بالبلدة القديمة من القدس حيث وصفت جراحهم ما بين طفيفة إلى متوسطة الرئيس يؤكد أهمية مؤتمر الدول المانحة مطلع الشهر المقبل وكذلك استقبل وزير خارجية النرويج وثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها بلاده لدعم المسيرة السياسية في وقتنا الحالي ومن على عنوينها أيضا أوعز بصرف مساعدات مالية وتوفير تأمين صحي وإصدار جوازات صفر لأفرادها الرئيس يستجيب لمناشدة عائلات سورية بغزة ويؤكد أنهم يقيمون في وطنهم الثاني ونتحدث من ضمن وحطتنا لهذا الصفاح كذلك من سدوهتنا في غزة والزملاء حول هذا الموضوع العليا الإسرائيلية تؤجل النظر في هدم وتشريد تجمع الخان الأحمر حتى الخميس الاتحاد الأوروبي والأردن الاستيطان يقود الأمال بحل الدولتين فتح رحبت بردود الفعل الدولية واعتبرت الرد المنطقي يكون بالاعتراف بدولة فلسطين الشعبة البرلمانية الكويتية ندعم موقف فلسطين تجاه مخالفات الكنيسة ومن عنوينها أيضا الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي عرس قانا أو عرس الأرض في وادي قانا وترفق الصحيفة لهذا الصباح العريس خلال زفته العريس هو إياد منصور الذي اختار أن يكون وادي قانا هو مكان زفة عرسه في يوم الأرض ونترك حياة وسوق ونقرأ لاحقا إلى أولا الأيام هذا الصباح وأبرز العناوين استشهدوا فتن من نابلس برصاص الاحتلال بعد طعنه ثلاثة إسرائيليين في القدس القديمة مواجهات واعتقال عشرين مواطنا لساعات المعتقلين كانوا من التجار الذين رفضوا إغلاق محالهم بشارع الواد بمدينة القدس المحتلة تحديدا في البلدة القديمة الرئيس يستقبل وزير خارجية النروج وأسرى مختلف الفصائل ينضمون إلى الإضراب الوطني الشامل عن الطعام يوم سبع عشر من الشهر الجاري هذا ما أعلنته هي شؤون الأسرى والمحرارين أن أسرى سجن هدرين بكافة الفصائل قرر المشاركة في الإضراب الوطني الشامل للأسرى عن الطعام المقرر خوضه في سبع عشر من الشهر الجاري والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني من غزة حماس تقول أجهزتنا الأمنية تعمل على مدار الساعة للكشف عن قتلة الشهيد مازن فوقها ودخلية حماس الساعات القادمة ستشهد إجراءات مشددة ضد العملاء في الشأن الإسرائيلي هرتسوب تلاف نتنياهو يعاني تصدعات خطيرة وبطريقه للإنهيار من الأغوار الشمالية مستوطنون يزرعون أجتالا أو أجتال زيتون بمحيط البورة الإسليطانية في خربة المسكوح نصبوا خياما وبيوتا متنقلة في بورتي مسكوت والسلعيت الأردن يدين بناء مستوطنة جديدة وإيطاليا تعرب عن قلقها هذا في طردود الفعل أو على إعلان إسرائيل قامت مستوطنة جديدة ومصادرة أراضي فلسطينية الخالد على الدول الغربية أن تترجم مخاوفها على حل الدولتين بلا ترعب بفلسطين إسرائيل بقراراتها تتحايل على العالم ولا تعطي فرصة لأمريكا من على الصفحة تظاهر في القدس ضد احتلال الأراضي الفلسطينية والاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم في الشأن الدولي الجيش المصري يعلن مقتلى 14 تكفيريا في قصف جوي بسناء 15 مصابا في انفجار شمال القاهرة رفع علم فلسطين في سماء نيوجيرزي الأمريكية شمال برغين المدينة في ولاية نيوجيرزي الأمريكية وأيضا متظاهرون في باريس دعما للشعب الفلسطيني واحتجاجا على الاستيطان وهذه أبرز العنوين من الأولى الأيام نعم نستكمل ونتواصل أكيد نقرأ الأبرز معانونات الصحب المحلية ونتوقف للإتمام على الحالة الجوية هذا الصباح معنا على خط الهاتف مدير عام الأرصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد يسعد صباحك يسعد صباحك صباح الخير لكل الأخوة المشاهدين أهلا سهلا 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 هكذا متوقع في حالة الطقس لهذا اليوم؟ نعم أخي خميس اليوم بإذن الله جواع غاية مجزيلة غاية مبالج نسبية خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدل في المناطق الأغوار والساحل حيث يطرع انخفاض قطيف هذا اليوم على درجات الحرارة تصبح أقل من معدلات بحوالي 5 درجات نئوية وتسجل عظمات القدس هذا اليوم 16 درجة مع سقوط زخات كفيفة متفارقة من الأمطار فوق المهات المختلفة وقد تكون هذه الأمطار مصحوبة بعواصف رعبية رياح جنوبية غربية لشمالية غربية كفيفة إلى المتدل لتنشط أحيان وحالة البحر كفيف إلى متوسط ارتفاع الموج غدا أجواء غائم يزئيلة صافي وطن ارتفاع على درجات الحرارة بهاي تصبح درجات الحرارة العظمى في قدس 16 وهي أقل من معدلات تنفيه مثل هذا الوقت من السنة بحوالي درجتين مئويتين ورياح مبين شمالية غربية لشمالية شرقية خفيفة إلى متدل لكن الثلاثاء والأرباء يطرع انتصاب ملحوظ على درجات الحرارة بهاي تسجل العظمى في القدس 24 يوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء تسجل حوالي 26 درجة مئوية وأجواء تكون دافئة على مختلف المناطق ورياح مبين شمالية شرقية لجنوبية شرقية خفيفة إلى متدل وأجواء صافي تسود البلاد أما الخنيسة الخضر درجات الحرارة قليلا لكنها تبقى لتصبح أقل من معدلاتها بقليل أما بخصوص درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي في القدسة العظمى 16 والصغرى 9 رمى الله الخليل 15-80 نابد 17-9 جنين وطباس 16-10 تاريحها 25-13 والأغوار الشمالية 23-11 بيطلع المتدل في 16-9 طول كرم وقلقيني 21-11 في غزو خانيوة 19-12 أخيراً 24-20 عظمى صور 11 والله دائماً أعلى وأعلى شكراً جزيلاً لك المهندس يوسف أبو أسعد مدير عملاء أرصاد الشوية صباح الخير نستكمل هذه القراءة ومن صحيفة القدس لهذا الصباح أبرز عنوينها إضافة إلى الخبر حول الشهيد الفتى أحمد غزال من عنوينها أيضاً نقرأ ثلاثة مفاهيم للاستيطان الحالي ابتلاع 60% من الضفة ونقل مليون مستوطن مستوطن في 2020 واستكمال مشروع القدس الكبرى من عام 2050 فعاليات ثقافية وفنية محافظات الوطن تواصل إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد لن يفلت القتل ولا من أرسلهم من العقاب هذا كان في تصريح دهنية نعمل على مدار الساعة لكشف خيوط اغتيال فقهاء ومن خلال وثيقة ستعلن عنها خلال أيام حماس على عتاب عهد سياسي جديد خرج من المستشفى وتبين أنه مصاب بنزيف دماغي هذا الخبر هو حول الطفل فادي شاطار 11 عاماً والذي كان أو هو يرقد في غرف العناية في إحدى المستشفيات في تل أبيب بعد أن كان في مستشفى الجمعية العربية ببيت جالة بعد تدهور صحته ودخوله في حالة غيبوبة دماغية أي موت سريري نتيجة تأخر التقديم في تقديم العلاج المناسب له حسب عائلة الطفل وهذا الطفل شاطارة تعرض لحدث سقوطاً عن دراجة هوائية يوم الجمعة في بيت صحور وجرى نقله إلى مستوصف بيت صحور الطبي الذي بدوره قام بتحويله إلى مستشفى بيت جالة الحكومي لاستكمال إجراءات العلاج هناك ونتمنى له السلامة أكيد من عنوينها أيضاً مقتل الرجل الثاني بقيادة داعش وقياديين آخرين بضربة جوية في الأنبار وحوالي ألفين من مسلحي المعارضة السورية وعائلاتهم ينسحبون باتجاه ريف إدلب الشرقي احتجاجاً على استمرار الاحتلال موظمات السلام الإسرائيلية تنظم مسيرة بالقدس وأخيراً إثر انزلاق للطربة بسبب أمطار غزيرة مئات القتلى والجرحة والمفقودين في كولومبيا تبع هذا الصباح من ملحق صحيح الحياة الجديدة حيوى السوق الملحق الأسبوعي في الموضوع الأول هل تنقذ شتوة نيسان الموسم من الجفاف وخبراء يقولون العطاش أطل برأسه في الشتاء والصيف سيلهب أسعار المنتجات الحيوانية رئيس جمعية البنوك المدير الإقليمي لبنك الإسكان محمد البرغوثي لحيوى السوق يقول تركيبة الهيكل المالي لسلطة المحلية لا تتوافق بدرجة كافية مع محددات المصارف ومعييرها وإعداد الموازنات التقديرية للهيئات المحلية في حالات كثيرة لا تعدو كونها إجراءات شكلية يضيف هناك ضرورة لتعديل القانون ولوائح النظمة الخاصة بإقراض الهيئات المحلية سماسرة الأرض والعقارات باشوات سمسرة مشروع مربح ورأس ماله مكالمة هاتفية ارتفاع الطلب على الأراضي وأسعارها أوجد بيئة جيدة للسمسرة والمخمن أبو عمر يقول الطفرات في أسعار الأراضي جعلت مهمة التخمين شاقة أجرة المخمن مقطوعة أما السمسرة فعلى النسبة هل تشجع العروضة التجارية على زيادة الاستهلاك أراء المواطنين بمختلف هذا الصباح حول هذا الموضوع والأغوار الشمالية جوف الأرض المسلوب عيون الماء المنتشرة في المنطقة بدأت تجوف منذ سنوات ونسبة الملوحة فيها إلى ازدياد المستوطن يحصل على ثلاثة أضعاف حصة المواطن الفلسطيني من المياه للاستعمال الشخصي فقط صناعة الأثاث تنقذ سلفيت من شبح الإفلاس ومبيعات فقط 70 مليون دولار العام المنصر وسط مؤشرة لاستمرار نماء هذا القطاع تطور التكنولوجي يغمر الجارتين مسحة وبدية وكأنهما منطقة صناعية خالصة مشاريع حيوية وطلب كبير على استئجار المحلات وارتفاع كبير في أسعار الأراضي خيرا السمك المصري يغزو غزة ويهبت الأسعار عودة بعض الأنفاق للعمل ألحق ضررا بالصيادين والمواطنون والتجار أكبر المستفدين أربعة ألاف صياد في غزة يعانون من الموت البطيء نتيجة الحصار الاحتلالي وانتهاكات حرية الصيف نعم نكتفي لهذا القدر من قراءتنا الأبرز مع نورة الصحف المحلية لهذا الصباح ومن بعد هذا الفاصل نبدأ أولى محطاتنا بالسلام على المراهد من قراءة المنزلة المترجم للقناة 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 للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة تمثل للقناة المترجم للقناة وقدمت منترجم للقناة القناة والجام للقناة وتفعيل للقناة كما ذكرتا هذا بتعني منه على سؤالك هل لديك خبرة يوم الأول للقناة للقناة على هذه المترجم للقناة جميعاً نتواصل موسيقى 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 حتى نسمع موسيقى 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 بقيادة الرائد في الأمن الوطني الشهيد البطل أبو جندل نعم خمسة عشر عاماً على المعركة وعلى الجريمة في مخيم جينين الجرائم ما زالت مستمرة وفي أكثر من مكان آخرها كان في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة يوم أمس وإعدام الشاب الفتى الغزال وإطلاق النار عليه مباشرة أمام كل هذه الجرائم وما يحدث من استهداف المواطن الفلسطيني والأرض الفلسطينية ما الذي نحتاجه سيد حويل في هذا الوقت برأيكم وأوقات صعبة تمر بها القضية الفلسطينية يعني نعم صحيح أخي العزيز وهذه الأوقات تمر وهذه الإراسات أتذكرها بالظبط قبل الإراسات عام 2000 جرائم الاحتلال الصهيوني مستمرة من قتل واعتقال وبناء جدار وتهويد الكدس وبناء المستوطنات وآخر قرار تم اتخاذه بالأمس في بناء مستوطنة جديدة فبالتالي هذا الاحتلال يمعن بارتكاب الجرائم الممانهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من أجل قدم الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني رسالتنا في هذه الأيام بشكل واضح جدا وما زال القتل المستمر وبالأمس سقط شهيد وقبله شهيدة وابنها شهيد جرائم مستمرة ومتكررة ملحمة بطولية بكل معنى الكلمة وكانت هي المعركة الأولى التي تحدث في الأراضي المحتلة عام سبعة وستين بوجود كل قوات وتشكيلات الاحتلال الصهيوني المجرم الطائرات والدبابات والقناصة وقبعاتي وقولاني وأقوز وكل الوحدات الخاصة التي تواجدت عند الاحتلال الصهيوني وبوجود القياد السياسي والعسكري الإسرائيلي في جنين مباشرة المجرم الإرهابي شارون وفؤاد مليعيزر ومفاز ويعلون كلهم اجتمعوا من أجل اجتثاث وسحك عظام المقامة لكن حينها الرئيس ياسر عرفات قال كل ما شهير جدا سترون ماذا سيحدث في جنين قراد راهنا على أبطال مخيم جنين ضد الإجرام الصهيوني في رامالله وفي نابلس وفي بيت لحم وفي طول كرم وفي كل محافظة الوطن وحصار غزة الحبيبة راهنا الرئيس على المكاومين ونجح الرهان نحن نحتاج في هذه الأيام ونستذكر بشكل واضح جدا أن تكون هذه المعركة عبرة لقادتنا واستخلاص العبر منها لأنه بصراحة ألاحظ أن هناك تقصير رسمي ومن الفصائل المجتمعة هذه المعركة التي أصبحت منارة وهداية لكل مكاوم فلسطين في حينه عندما قال الرئيس الراحل رحمه الله صدام حسين سنكاوم كما كاوم الجنين وقال الأمين العام لحزب الله سنكاوم كما كاوم الجنين فبالتالي استخلاص العبر والمعاني التي حدثت في هذه المعركة ما زالت صالحة لقيادتنا الفلسطيني الآن نحن أحوج ما نكون وأقول رسالتي لإخوة في حماس مباشرة نحن أحوج ما نكون إلى وحدة وطنية حقيقية وصوغ استراتيجية وطنية فلسطينية تشمل المرجعية السياسية والبرنامج السياسية والآليات النضالية حتى نصل لتحقيق هذا الهدف هذه الرسائل المهمة جدا وعلينا أيضا أن نلتحم مع جماهيرنا الفلسطينية وأن نعود للجماهير وأن ننزل على الأرض حتى نكون جسد واحد في مواجهة هذا الإجرام وإلا فإن الإجرام سيستمر وسيم عن هذا الاحتلال أنا أعتقد أن هذه فرصة ذهبية للاحتلال الإسرائيلي لفرض شروطه من خلال الاستمرار في حصار غزة وما حدث بالأمس من اختيال الشهيد البطل والأسير محرر مازن فكه رسالة واضحة للإخوة في حماس وكيادة حماس بأنكم محاصرين وما زلتم تحت الاحتلال وبأنكم لن تشعروا بالأمن والأمان إلا إذا ذهبنا إلى وحدة وطنية حقيقية نعيد فيها تشكيل الكيان الفلسطيني في منظمة التحرير والسلطة الوطنية من خلال انتخابات دموكراطية رئاسية وتشريعية ومجلس وطني نجدد الشرعيات ونضخ الدماء في الكيادة الفلسطينية حتى نواجه هذا الاحتلال المجرم نعم كيف تمر الأيام الأولى على شعبنا في مخيم الجنين بمعنى كيف يحيون هذه الذكرى التي تذكر دائما بصمودهم أمام العدو هل من فعاليات خاصة لذلك نعم يعني بالأمس عندما كنت أنظر لمواقع التواصل الاجتماعي شافوا كأنني في المعركة من خلال استذكار الأبطال والمناظلين والمواقف ومن خلال بث يوميات المعركة التي قمت بكتابتها في رسالة ماجستير في جامعة بيرزيت وأسميتها معركة مخيم جنين التشكيل والأسطورة أدك التفاصيل وما حدث في حارات وأزكة مخيم جنين وما حدث في مدينة جنين وفي محافظة جنين من خلال الخطة الكاملة لهذه المعركة شعرت بأنني متواجد في داخل المعركة يعني طبعا بالتأكيد مخيم جنين في هذه الذكرى بالتحديد يستعيد ذكريات الأبطال نستذكر ما أوكعناه من جراح كبيرة في العدو الصهيوني من خلال قتل أكثر من 33 ضابط وجند إسرائيلي قتلوا في هذه المعركة وكان أكبر عدد نسقط لجنود الاحتلال في موقع جغرافي لا يتجاوز زوز كيليو متر مربع في مكاومين لا يتجاوز عددهم 150 مكاتل استطاعوا أن يسقطوا هذا العدد الكبير لأول مرة في الأراضي الفلسطينية بصفوف العدو وإصار رسالة بأننا لسنا لقمة سائغة لهذا الاحتلال إسرائيلي شعبنا الفلسطيني شعب عظيم وقادر على التضحيات وقادر على النضال وقادر على الجهاد حتى تحكيك النصر في هذه الأيام بالتأكيد اللجنة الشعبية لتأكيد على معاني هذه المعركة في الأجيال الشابة التي لم تحضر هذه المعركة ولكن تذكرها من خلال 1200 بيت تم هدمهم من الكامل وجزئيا وحركهم في هذا المخيام هؤلاء الأبطال الشباب الذين استشهد آباءهم وهم أطفال هؤلاء الأبطال الذين أسروا آباءهم وهم أطفال نحاول أن نجدد الوعي ونسلح شبابنا بالوعي الذي يحاول الاحتلال الصهيون الآن من خلال استراتيجية يعليونه مفاز كي وعي وصهر وعي شبابنا الفلسطيني من خلال مواجهته بالوعي لشبابنا الأبطال حتى نؤكد على المعاني الجميلة والمعاني الحقيقية من أجل التأكيد بأن شعبنا الفلسطيني من خلال تحقيق شروط النصر وهي الإيمان بالله والوحدة الوطنية والوحدة الميدانية والالتحان بالجماهير ووجود مرجعية سياسية والإعداد والاستعداد والتخطيط للمعارك نستطيع أن نحقق النصر هذه المعاني ستكون موجودة من خلال فاعليات على مدار أيام المعركة في مخيم جنين شكرا جزيلا لك سيد جمال حويل أحد قدرة معركة جنين كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في جنين صباح الخير والرحمة للشهداء نعم ونحن نواصل محطاتنا المختلفة من فلسطين هذا الصباح ونكون في هذا الريبرتاج مع زميلتنا سندوس الأحمال والذي يتحدث حول أمسية تراثية هذه الأمسية في قصر الثقافة الملكي بالعاصمة الأردنية عمان وهي خاصة لإحياء يوم الأرض الخالد في ذكرى يوم الأرض الواحد والأربعين أقامت فرقة الحنونة أمسية تراثية في قصر الثقافة الملكي بالعاصمة الأردنية عمان وسط حجد لافت وجمهور كبير أحيى هذه الذكرى عرفت فرقة الحنونة بوجودها وحضورها بشكل كبير بمحافل كثيرة بالداخل من خلال مفرداتها والتي تقدمها بزيها ورقصتها التراثية كده الحنونة جمعية ثقافية معنية وجمع وتصنيف وتوثيق مفردات الثقافة الشعبية في سوريا بشكل عام في سوريا الطبيعي وفلسطين بشكل خاص فلسطين بشكل خاص لأنه فلسطين جزء من سوريا الطبيعي بمر بظرف استثنائي بالنسبة لبقية المناطق هو محتل بكامل أراضي أكثر من نصف شعب مهجر ذاكرة الشعبية مهددة إما بالنسيان أو بالانتحال من قبل العدو من قبل الاحتلال من هيك دور الحنونة كثير مهم المفردات اللي بنقدمها في عروضنا تشمل أغني الشعبية الرخصة الشعبية الزي الشعبي زي ما قلت حضرتك الملاحم الأساطير ألعاب الأطفال يعني انت سمي كل ما يتعلق بذاكرة الشعبية الفلسطينية يوم الأرض يوم كثير مهم وعلى مدى الأربعين سنة اللي فاتوا احنا مع كل فئات الشعب الفلسطيني بنجدد الوعد للأرض انه هاي إلنا كانت إلنا ورح ترجع إلنا فيش احتلال في الدنيا استمر إلى الأبد الاحتلال دايما بتيجوا وبتروح اللي بيظلوا دايما أصحاب الأرض وإحنا أصحاب الأرض تخللت هذه الأمسية ثلاث لوحات فنية بشكل نغمات ورقصات والتي جسدت لوحة الأرض والدار وتميزت بالأهمية التي يأخذها هذا اليوم في حياة الفلسطينيين وفي سياق نضالهم نحو تحقيق ذواتهم وملورة هويتهم وتعزيز وجودهم على أرضهم لوحة الأرض نحن نغمات ترتيب النغمات في هذه اللوحة يعني كنا نستهدف فيها العلاقتنا نحن في الأرض النغمات اللي بتتغنى في الأرض وأن هذه الأرض نحن نحن أصحاب هذه الأرض ونحن منتمين لذاتنا وهويتنا الحضارية الفلسطينية بالأخص يعني بهذا الشكل يعني ترتبت أغاني اللوحة أنه يعني هي مجموعة من النغمات الشعبية اللي بتتغنى في الأرض وفي الدار أما قصة غزال فقد جسدت بلوحة ثانية بنغمات ورقصات فهي حكاية فتاة تحررت مجاز خلينا نقول في لوحة غزالة هو فلسطين فهي غزالة بمرحلة من المراحل هي بتمثل النور اللي موجود بقلوبنا اللي برجع بيحيي كل إنسان للعمل والنضال من أجل فلسطين وبالنهاية الاختطاف واللي هي بصير في القصة اللي في الموروث واللي هي مرة تانية مجازيا الاحتلال للأرض والاحتلال للهوية والاختصاب لكل تفاصيل حياتنا احنا منحاول في نهاية العرض انه احنا نقاوم ونستعيد غزالة ونأكد على أهمية المقاومة لتحريرنا لفلسطين كما تخللت الأمسية تسليط الضوء على مبادرات أرفض شعبك يحميك وهو حراك شبابي فلسطيني يهدف إلى إسقاط التجنيد الإجباري المفروض على الشبان الفلسطينيين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1956 يسعى الحراك إلى مناهضة كل أشكال التجنيد والمساهمة في إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد إحنا جداً فخورين كحراك وممتنين طبعاً للحنوني على الاستضافة وتسليط الضوء على القضية بهيك ظهور جمهور كبير وكريم هي قضية فلسطينية إحنا منعدها مش قضية فقط الدروز وهي منبر جداً كبير لإصال الصوت لسائر شعب الفلسطيني في الشتات فهي فرصة جداً كبيرة لتوسيع رقعة الحراك وتوسيع تسليط الضوء على القضية واحد واربعين عام مر على يوم الأرض المجيد فكل الأيام بمواجهة الاحتلال هي أيام أرض فثقافة الأرض والوطن والتحرير هي القاسم المشترك بين كافة أبناء الوطن والقضية في كل أماكن تواجدهم فأن يحلم أحد ما باستعادة يوم الأرض الآن وبعد واحد وأربعين سنة تماماً فهذا يكشف يوم تحول منعطف في التاريخ الفلسطيني الحديث يفصل ما بين زمنين فيوم الأرض هو ذكرى لنسفها وانتشار الأساد على الثرى في محاولة لريض ماء الأرض العتشى للحرية والسلام يوم الأرض هو رسالة لتذكير كل العالم أن أرض فلسطين ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال مهما تقادم الزمن لنيل الحرية والاستقلال لفلسطين هذا الصباح سندس أحمد عمان شكرا لزميلة سندس أحمد على هذا الريبرتاج ونحن إلى موضوع آخر ولكن بعد فاصل قصير نتابع المؤتمر الفلسطيني الأردني الثالث لعلى البصريات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نتواصل بصباحنا من فلسطين هذا الصباح ونتحدث في هذه المحطة حول المؤتمر الفلسطيني الأردني الثالث للبصريات وهذا المؤتمر الذي كانت تحت رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور راميل حمد الله وأطلق بالنقابة اختصاصية البصريات الفلسطينيين بالتعاون مع النقابة العامة لأصحاب مهن البصريات فعليات هذا المؤتمر نتحدث عنها في صباحنا هذا من فلسطين هذا الصباح ويسعدنا الترحيب بنقيب اختصاصية البصريات الفلسطينيين سيد عبدالله سعيد سعد صباحك أهلا وسهلا فيك في برناعجنا طبع الخير أنا مرحبا بك أهمية عقد هذا المؤتمر بالشراكة مع الأردن والأخصائيين هناك